بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه أفرأيتم ما تحرثون لأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطامة فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرمون ما زالت هذه الآيات بتتكلم عن قدرة الرب سبحانه وتعالى وكذلك هذا الدليل على البعث فكما ذكرنا في الآيات السابقة فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون هذا الآيات وردت لكي تبين أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ خلق الإنسان من طراب ثم كان ذلك التكاثر عن طريق ذلك المني وعن طريق الزواج بين الذكر والأنثى فبينشأ هذا الإنسان لما يختلط ماء الرجل بماء الأنثى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والطرائب إنه على رجعه لقاهد كما بدأ الله عز وجل خلق الإنسان من هذا الماء فربك قدير على إعادة الإنسان بعد فناء وطبعا هذه خطابات عقلية موجهة إلى العقول لو تفكروا لعلموا هذه الحقائق ولكن يقومون بإلغاء ذلك العقل وبالتالي ينكرون حقائق وسوابت لا تحتاج إلى دليل بل أن الإنسان في حد ذاته المنكر لذلك الأمر هو دليل في حد ذاته على قدرة الرب سبحانه وتعالى على إعادة الخلق بعد فنائهم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ترى ماذا سيقولون في ذلك الأمر هم يقرون ويعلمون أن الإنسان خلق من هذا الماء لما يحدث ذلك النكاح والزواج بين الذكر والأنثى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من منين يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟ بل ربنا سبحانه وتعالى قدير كما بدأ خلق الإنسان من ماء المهين ولم يكن شيئا قبل ذلك فربنا سبحانه وتعالى قادر على إعادته ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون يرجع كده الإنسان ويرى من حاله وكيف أن الله تعالى خلق آدم من طراب وآدم كان عدما خلقه ربنا سبحانه وتعالى حتى الطراب الذي خلق منه آدم كان عدما خلق الله عز وجل هذه المواد وخلق آدم وخلق منه زوجة ثم كان هذا التكاثر عن طريق النكاح بين الذكر والأنثى وإنشاء ذلك الإنسان وخلق هذا الإنسان من هذا الماء عندما يختلط ماء الرجل بماء المرأة أيضا ينتقل إلى آيات أخرى دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى ودوما بنجد منهج القرآن في ذلك عندما يرد على منكر البعث والآيات لا يأتي بدليل واحد ولكن ينوع لنا دلائل القدرة هذا دليل وهذا دليل ثاني وهذا دليل ثالث نجد ذلك كثيرا ما يتكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى ألم نجعل أرضا مهادة والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليلة لباسا وجعلنا النهار معاشا أأنتم أشدوا خلقا أم السماء وبناها رفع سمكها فسوا هتجد دايما كده تأتي الأدلة الدل على قدرة الرب سبحانه وتعالى بتنوع وكذلك بكثرة هذا دليل وهذا دليل آخر دليل ثالث وأنها يعني على ذلك لو فلت الدليل الأول وما زال فيه تردد يأتي الدليل الثاني لو كان هناك أيضا ما زال تردد أو شيء يأتي الدليل الثالث إبقى أدل لكم لا أدل على قدرة الرب المعبود سبحانه وتعالى لأن منكر المعث ما هم إلا ينكرون قدرة الرب سبحانه وتعالى على ذلك وكأنهم بلسان الحال يقولون أن الله تعالى عاجز على إعادة الخلق بعد فنائهم أما لما ينظرون كده يعني أين كان هذا الكون بأسر من سماوات الأراضيين قبل أن تخلق كانت عدما ثم خلق الله عز وجل السماوات والأراضيين لذلك ما قال خلق سماوات الأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون يبقى آيات نحن بنقرأ دايما الآيات يعني اتباعاً لكن في الحقيقة الآيات دي بتحتاج إلى أن نقف كده معه يبقى لما نقرأ كده أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون يبقى ده خطاب عقلي يبقى لما الإنسان يقف على هذا الخطاب يعلم فعلاً أن الله تعالى والذي خلق هذا المنين الذي بيخلق منه الإنسان نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى يعني ارجع كده للنشأة الأولى وأنت عند ذلك هتقر بقدرة رب سبحانه وتعالى وعند ذلك تؤمن بالبعث أن ربك سبحانه وتعالى قدير فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون يا طرى هل إحنا اللي أخرجنا هذا النبات من الأرض يعني هل إحنا اللي قمنا بهذا النماء لهذا النبات وتلك الزروع إحنا اللي أخرجنا هذه الحبوب هذه الثمار أم من رب سبحانه وتعالى يبقى هو الزارع حتى بيعلم أنه يقوم بالقائل بذرعة في الأرض ويصب عليها المهى فيأتي بعد ذلك الإنبات هل يطرى هو لتدخل ليس له تدخل طب يطرى من الذي أمر الأرض أن تتصدع وأن تتشقق حتى يخرج هذه هذه الزارع يبقى هم يعلمون ذلك وحتى لا تدخل للزارع بعد ذلك لما بيخرج الزارع بيخرج في بداية كده ضعيفا نبتا ضعيفا وبعد ذلك بيخرج وبيعمه يبقى إنما دمين هل فيه تدخل من الزارع طب بعد ذلك بتخرج الحبوب وكذلك الثمار هل يطرى فيه تدخل من الزارع لا هو يقف كده يقف وعليه فقط إلقاء البذور في الأرض وأن يقوم بدفنها في الأرض حسب طبعا نوع الزارع وكده فعلى ذلك يقف بعد ذلك يقف ينتظر ينتظر بقى خروج الزارع ونماءه يطرى من الذي خلق هذا الزارع ومن خلق هذا النبات وتلك الحبوب هذه الثمار أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ربنا سبحانه وتعالى لو شاء لجعل ذلك الزرع لا نفع فيه ولا فائدة فظلتم تفكهون يبقى حنظر بقى الندم والتحصر إننا لمغرمون بل نحن محرومون لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تكفل برزق العباد كما هو الذي خلق العباد فقد تكفل بأرضقهم حتى ما يملك الإنسان بالأنعام لا يقوى على أن يجب له ذلك الرزق لو لأن ربك سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك الرزق كما قدر الرزق لهذا الإنسان قدر الرزق أيضا للأنعام وقدر ربنا سبحانه وتعالى الرزق لكل مخلوق من مخلوقات يبقى لو إحنا فكرنا في الآية دي الآية دي كفيلة مبينة أيضا لقدرة الرب سبحانه وتعالى يبقى آية واحدة دليل واحد كافة لإثبات قدرة الرب سبحانه وتعالى على إعادة الخلق بعد فنائهم يأتي أيضا الدليل الساء أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون يبقى السماء الماء اللي نحن نشربه ده والسحاب الممطرة تأتي بالأمطار تحمل هذه الأمطار وكذلك هذه الأنهار والعيون التي تنبع من الأرض يطرى ما الذي أتى بهذا الماء اللي نحن نحتاج ولو انقطع عنا لهذا كالإنسان فرأيتم إن أصبح ماءكم غورة فمن يأتيكم بماء معين يبقى لما الماء ده يغوص في الأرض كده يبقى بمقدار لا تقوى كل هذه الآلات المتطورة أن تستجلب قطرها وحدم الأرض أنها أصبحت على مسافات لا تقوى أن تصل إليها يبقى لو الماء ده أصبح غورا كده غار في الأرض يعني لا ينقطع ولكن غاصة بمقدار إحنا لنقوى أن نقوم باستخلاص مهما أتينا بهذه الآلات المتطورة ولكن تقف عاجزا يبقى على ذلك فمن يأتيكم بماء معين سنقوى على ذلك لا ده الماء موجودة هنا ولكن على مسافات بعيدة بحيث أن نقوى على استخراج بكل هذه الآلات المتطورة ده بالإضافة أن الله أصدقى لهم رحمته ونفضاله ونعامه جعل لنا ذلك الماء بينبو على ظهر الأرض وجعل لنا أنهار وكذلك ينزل هذا المطر من السحاب لا نقوى على تكوين هذه الأمطار في السحاب ولا نقوم بتجميع الأمطار في السحاب ولا نقوى حتى على إنزال هذا المطر من السحاب ولكن ذلك كله بتقدير الرب سبحانه وتعالى وبفضله وبرحمته وإحسانه أأنتم أنزلتمونا المزني أم نحن المنزلون أمر محتاج لتفكر كده فكر ينكر ذلك البعث ينكر قدرة الرب سبحانه وتعالى على بعث العباد بعد فنأهم لو نشاء جعلناه أجاجة فلولا تشكرون لو أراد الله عز جل أن يحول هذا الماء العزم اللي احنا بنشربه إلى ملح أجاج لنقوى على شرب ولا حتى أنه يدفع ذلك العطش يعني لو نشاء جعلناه أجاجة فلولا تشكرون عشان تذكر النعمة وبينا قبل ذلك أن احنا مع إلف الإنسان للنعم لا يراها لكن انت عشان تستشعر بها يعني فكر كده ماذا لو نزعت من هذه النعمة الواحد هو بيشرب الماء كده افتكر لو الماء ده بقى ملح وأجاج أنا لا أقوى أبدا على شرب حتى لو شربناها مش هيتفع ذلك العطش لكن يا طرع من الذي خلق لنا هذا الماء العزم وجعل أيضا هذا الماء العزم من خلاله ندفع ذلك العطش ربنا سبحانه وتعالى نعمة يعني نعمة نعمة بنتعامل معه يوميا ولكن نحن نشر نسان ببعض شان وبالتالي بيأتي بالماء ونقول مع الحر الشديد عند ذلك نبحث عن الماء البارد يعني نبحث عن الماء البارد لا نرضى حتى بالماء العزم العادي قلنا لأن مع الحرارة نحتاج إلى يعني ماء بارد نبحث عنه يبقى ده ماء بارد ده بالإضافة أنه هو ماء عزم أساسا واحد جما يفكر كده لو الماء ده فعلا رفع وبقى ماء ملح وقجاد كده يبقى حيكون حنس جرب كده جرب جرب يشرب الماء المالح ده وشوف في أساس هيدفع العطش هل تقوى ابتدان على شرب أم لا طب يبقى دي نعم نعم رب سبحانه وتعال واحد لما يبقى عطشان وبيجي يشرب الماء يتذكر نعمة ماذا لو سلبت منك النعمة يعني نحن هزين فعلا يعني الواحد يتذكر دوما كده ماذا لو سلبت منا النعمة يبقى يعني يعني يتعلمنا ازاي فعلا تنظر ماذا لو سلبت منك النعمة قرأ اخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله وغير الله يتيكم به يبقى دي كلها بتعلمني ازاي انظر فعلا النعمة عشان استشعر بالنعمة يبقى ماذا لو سلبت منك النعمة نعمة الكلام نعمة القراءة نعمة الكتابة نعمة البصر نعمة السمع نعمة العقل وكذلك هذه النعمة نعمة الماء العذب هذه نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الماء العذب يدفع به العطس فماذا بقى لو سلبت هذه النعمة سنجد الماء موجوده بس ملح أجاد يعني شديد الملوحة كده سنشربه يعني على ذلك لا يعني يدفع عنك ذلك العطس ده بالإضافة لا يستطيع الإنسان أن يستسيغ هذا الماء أبدا فيبقى دايما كده ماذا سلبت منه النعمة دي كلها آيات دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى يعني الإنسان بيتنعم بنعم لا سبحانه وتعالى وكذلك لو سلبت منه النعمة لها لك الإنسان ومع ذلك تراه معاندا مخاصما يعني مستكبرا وكذلك أيضا بيكفر برب سبحانه وتعالى ويتكلم هذا الكلام الباطل ينسب الرب سبحانه وتعالى ما لا يليق بجلال سبحانه وتعالى فعلى ذلك ده أساسا لو نزعت منك بس النعم دي هلك الإنسان هلك اللي بتكلم هلك هذا الإنسان فما بيفكرش قليلا ما الذي أنعم عليك بهذه النعم يبقى ما الذي جعلنا هذا الماء العزب الذي نشربه ويدفع عنا ذلك الضمع فلو نشاجع عنه أجاجا فلولا تشكرون أشكر الرب سبحانه وتعالى تلك النعمة لكن احنا يعني بنتعامل معها ألف الإنسان هذا الأمر وبالتالي لا نراها نعمة أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاع المقوين فسبح باسم ربك العظيم هذه من آية ربنا سبحانه وتعالى أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون يبقى شجرة وراتبة ومع ذلك بتوقض للإنسان ويصطدي بنورها يعني دي نقول شجرة هذه شجرة بتوقض إزاي وهي أساسا راتبة يعني راتبة وخشب راتب إزاي فعلا بتوقض منه النيران الذي بينتفع بها الإنسان وكذلك يقوم بإطفائها وإخمادها ثم يوقد هذه النار في الشجرة الراتبة إزاي ما نقرأ أو مرت علينا في خاتمة سورة يسين يعني أولم يرى الإنسان أن خلقناه النطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا وناس يخلق قال من يحيي العظام يا ربي قل يحيي الذي أنشأها أول مرة بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقيدون الذي جعلكم للشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقيدون انتفع بأد الحطبة وخشب يبقى رطب يبقى به ماء ومع ذلك الله عزيزي جعل فيه الخصية دهية خصية كده بيوقد بيوقد ونستدفع بناري أيضا يعني بنستعمل هذا النار في نطق الطعام أو غير ذلك لمنافع ولكن الآية أنه شجر أخضر ورطب ومع ذلك الله عزيزي جعل فيه هذه الخصية يبقى نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقين يبقى بننتفع إحنا بهذا الأمر ولكن يعني قلنا مع ألف نسان للنعم دايما لا يراها جعلناها تذكرة يعني وذكر بالقرآن من يخاف وعيد هل برضك دي تذكرة ومتاعا للمقين فيها نفع أساسا للمسافرين والغيرين فسبح باسم ربك العظيم يعني مقابل بأى الأمور دي هتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم تسبح الرب سبحان تنزه عن العيوب وعن الآفات وعن النقائص يعني ربك له الأسماء الحسنة وصفات العلى صفات الجمال والجلال والكمال سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم يبا كل هذه النعم بتوجب على الإنسان أن يثني على ربي سبحانه وتعالى وأن يشكره وأن يعبده وأن يخلص هذه العبودية لله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم فعليك أن تنزل رب العظيم سبحانه وتعالى ما على نعم وعلى إحسان علينا فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع الندوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوا إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مضهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فلا أقسم بمواقع الندوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بما شاء من مخلوقاته يقسم سبحانه وتعالى بما شاء مخلوقاته منها هذا القسم العظيم الله تعالى يقسم بمواقع الندوم وإنه الندوم كما يهتدي بها الإنسان في ظلمات البر والبحر أيضا القرآن لهداية الإنسان كما نستطيع هذا الندوم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى هي زينة للسماء ونهتدي بها في ظلمات البر والبحر نعرف من خلال الاتجاهات إلى غد ذلك وبنستطيع طبعا بنورها وهذا قسم عظيم فربنا سبحانه وتعالى يقسم على ذلك إنه لقرآن كريم هذا المقسم عليه القرآن قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوء إلا المطهرون تنزيله من رب العالمين قرآن ده نزل لهداية الإنسان وإحنا استمعنا كده لإليات في خواتيم سورة النساء يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلن إليكم نورا مبينا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلن إليكم نورا مبينا وربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بالنور في مواضع كثيرة من كتابه ولغنا للإنسان عن هذا النور قلنا حتى يعني نسير لا طاقة نقطع هذه الظلمات إلا من خلال هذه الإصداءة بنصطديه وإلا إحنا في ضلال مبين إحنا في الظلمات يبقى نخرج من الظلمة إزاي نخرج من الضلال إزاي عن طريق القرآن هو النور يبقى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يبقى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبيلا وكما قال ربنا سبحانه أو من كان ميتا فحيانا واجعلنا له نورا يمشي به في الناس النور ده إحنا محتقله عشان نقطع هذا الطريق وإلا لا سبيل أن نتعرف على مسالك هذا الطريق أو معالم هذا الطريق إلا من خلال هذا النور لإضاءة اللي احنا بنأخذها من كلام ربنا سبحانه وتعالى يبقى ومن كان ميتا فحيانا واجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون يبقى وصف القرآن بأوصاف كثيرة منها أنه النور يحب نصطديق به فإذا ما احنا بنهتدي في ظلمات البرة والبحر عن طريق النجوم وده خلق من خلق الله فكذلك حاجة الإنسان الشديدة أن يصطديها من خلال كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى من خلال القرآن وإنه لقرآن كريم كثير الخير وكثير البركة في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ مكتوب في اللوح المحفوظ لا يمسوء إلا المطهرون أي هؤلاء الملائكة الكرام أي هؤلاء تنزيل من رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أفي هذا الحديث أنتم مدهنون يعني ما الذي يكذب بهذا القرآن يعني ما الذي يكذب بهذا القرآن هذا كلام الله عز وجل وده مكتوب في اللوح المحفوظ وكذلك لا يمسوء إلا مطهرون اللي هي الملائكة ذي مطهرون ربنا سبحانه وتعالى من الذنوب والآفات والمخالفات ومعروف طبعا طاعة الملائكة ربها سبحانه وتعالى لا يعصون اللهم أمرون ويفعلون ما يمرون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يزجدون لا يفطرون لا بليل ولا بنهار عن تسبيح الله عز وجل وعن تنزيه سبحانه وتعالى عن العيب والآفة والنقصان بداء حال الملائكة فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني إزاي يعني ممكن يكفرون بكلام ربهم سبحانه وتعالى وكيف على ذلك يشكون في ذلك الكلام فبهذا حديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني مقابل أن رب صحبه بيرزق العباد مقابل الرزق ده يعني الجزاء الإحسان للإحسان يعني أنت تقابل إحسان ربي بالإساءة بالكفر بالمعصية يعني كيف تقابل هذا الإحسان من ربك يبا لما نفتكر دي نعم الرب عز وجل طب لماذا وهب الله عز وجل لنا هذه النعم هل من أجل أن نطيعه أو نعصيه أجل الطاعة طب أنت تعمل النعم دي في معصية رب إزاي ما كل اللي بيعصي رب سبحانه وتعالى بيعصي بنعم الله عز وجل يعني رب سبحانه وتعالى لما أباح لنا هذه النعم وأنا عمل لنا هذه النعم أعطانا ذلك ليه يبا نفع الإنسان وحيسخر لنا ذلك الكون كله لنفع الإنسان حتى يسل لنا القيام بالمهم التي خلقنا العبادة لكن نقابل إحسان الرب بالإساءة كده نقابلون إحسان الرب بالكفر باستعمال النعم دي في معصية الله سبحانه وتعالى يبا هذا أمر غير مقبول يبا دي قاعدة موجودة يتفق عليها العقل والشرع هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل فعلا الإحسان يجاز بالإساءة كلام مرفوض عقلا مرفوض أساسا عقلا يعني الإحسان لازم يقابل بإحسان أما أن يقابل بالإساءة فده كلام مرفوض عقلا يعني ابتداء كده فلذلك كما يقول ربنا سبحانه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني ده اللي انتو هتقبلوا به تشكروا رب على ذلك بالكفر يعني كيف ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار يبقى الله عزيز يصطفان على التوحيد وذي نعمة نعمة رب صحة تعالى هم غيروا وبدلوا والتالي يعني على ذلك قابلوا ذلك الأمر من ربهم بالكفر كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يمتكم ثم يوحيكم ثم إليه ترجعون يعني كيف يكون ذلك الأمر أمر غير مقبول مرضود فلذلك ما قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب لي منكم ولكن لا تفسرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين تعب الآيات فلولا إذا بلغت الحلقوم يبقى لما تبلغ الروح الحلقوم يبقى عند الاحتضار كده وإحنا باب التوبة مفتوح ما لم تصل الروح إلى الحلقوم ما لم يغرغر ويصل الغراء لما تصل الروح إلى الحلقوم وإن باب التوبة هيغلق على هذا الإنسان إذا لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانية خيرا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون يعني ماذا نفعل كلا إذا بلغت الطراق يقيل من راق وظن أنه الفرق والتفت الساق بالساق إلى ربك وما إذن المساق يبقى خلاص ده هتخرج الروح إلى باريها إلى خلقها سبحانه وتعالى فعلى ذلك يعجز لو اجتمع الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم لا يستطيعون أبدا أن يمنعوا خروج هذه الروح من ذلك البدل ولذلك يبقى لما عنده الاحتضار يعني نبحث هل من راق من طبيب يبقى حتى إذا بلغت طراق ويقيل من راق وظن أنه الفرق والتفت الساق بالساق يبقى فين الطبيب شو بقى لما عنده الاحتضار كده بيحتضروا وفين الطبيب بنبحث بقى عن الطبيب لكأن الطبي سيرد هذه الروح خلاص قد ربنا سبحانه وتعالى ذلك الأمر فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون لا نستطيع أن نفعل شيء ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونا إن كنتم صادقين يعني كما تزعون أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين يعني ترجعونا إن كنتم صادقين ولكن هم يقرون أنهم أعجز ما يكونون طب ترجعونا إن كنتم صادقين كما الأمر بيديكم كده خلاص ثبتوا هذه الروح تجعلوش الروح دي تخرج يعني لو اجتمع من بأقطارها يعني ما كان ممكن وعلى في إستطاعاتهم أن يعني يثبتوا هذه الروح داخل هذا البدن طالما أن الله تعالى قضى بنزع هذه الروح وأن الملك يقوم بنزعها على ذلك مهما كان عدد بقى الأطباء عدد الناس ارجعونا إن كنتم صادقين يعني طبعا هم أعجز ما يكونون فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنظل من حميم وتصدية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم تيجي الآيات بتتكلم عن حال الاحتضار زي ما كلمة الأول الآيات عن أقسام الناس يوم القيامة لما وقعت الواقعة وعرد العباد على ربهم وربنا سبحانه وتعالى حاسب العباد وجاز العباد على أعمالهم ففريق في الجنة وفريق في السعين وأهل الجنة يبقى ليسوا على درجة واحدة هناك السابقون وهناك أصحاب اليمين وبالتالي يبقى هذا كان الحال في الأخيرة كذلك أيضا هذا الحال يقسمون إلى ذلك عند الاحتضار يعني عند الاحتضار احنا تعلمنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن حال الاحتضار يبقى لو كان هذا المؤمن يبقى حال الاحتضار هذا الفاجر حال الاحتضار ماذا يقال لو إحنا مرت علينا الآيات إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزلوا عليهم ملائكة يبقى دا عند الاحتضار الهاتف تتكلم عند الاحتضار إيه الحال حال إحنا حنفد عليه حنراه وبالتالي على ذلك نتائج الأعمال كلها تظهر في اللحظة دي قبل خروج الإنسان بالدنيا زي الأعمال السابقة حياته كلها السابقة عمره السابق كله يظهر بقى في اللحظات نتيجة تظهر لهذا الإنسان يراها هو قبل ما يخرج من الدنيا إما أنه الروح بتاعته كما تسل قطرة من فيه استقام وإما بقى أنه أعمال سيئة واعتقادات يعني فاسدة فعند بقى الاحتضار بقى حتى تتفرق في بدني فتنزع نزعا شديدا وخاصة لما يبشر بهذه البشرى السيئة عند نزع هذه الروح يبقى لذلك إحنا قررنا في سورة فصلة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أمنوا استقاموا على الإمام من حرفوش تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ويبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعمون نزلا من غفور الرحيم يبشر من الآخرة لأنه يبشر في المشاة ويقوله أنت نجحت وطلعت الأول فتبقول لي لما قاله نجحت الفرح لما قاله أنت طلعت الأول يعني هيبقى فرحه إزاي يبقى نقوله الدنيا مش هتسعوا مش هتسعوا يبقى ده في حال الدنيا مش هتسعوا الدنيا عند ذلك طلع الأول فعلى ذلك ده الحالة هو في الدنيا وده كلها نتائج كده يعني من نتائج الدنيا لكن لما فاز فوز بعدهوش خسران فاز طبعا نعيم مقيم مش هينقطع يعني إنما ده طلع الأول يقول له خلي بالك بقى اتشطر كده واكتهد عشان تحافظ على الترتيب ده هو لكن ده خلاص ده خرج الترتيب وعلى ذلك نعيم مقيم مش هينقطع عنه ولا يزول ولا يحول فعلى ذلك قلنا الآن المقابل نار محرقة ده المقابل ده نار محرقة فعلى ذلك يعني نحن أقول لكم في الحد ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون كل اللي انت حتشتهين كل اللي انت هتدعو بها هتجدون نظرا من غفور الرحيم طبعا لما الواحد يبشر كده يبقى الروح هي تكاد أن تخرج بنفسها فعشان كده تسل كما تسل قطرة من فيه السقاء ويقال لها آياتها النفس الطيبة لما يناد عليها كده في الجسد الطيب وخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان وإلى رب غيري قطبان أنت تظن الروح تخرج إزاي ده لو صراعا تخرج بنفسها لخرجت من الفرح الشديد جدا هذه حال المؤمن والمقابل كده لا تقرنها في سورة الأنعام ولو ترئذ الظالمون في غمرات الموت نزع الأخير في الاحتضارهم والملائكة وبسط أيديهم أخرجوا أنفسكم يضربون وجوهم وأدبارهم يعني وبشرون بالبشر السيئة وما ينتظرون من هذا العذاب وعذاب الحريق ولو ترئذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة وبسط أيديهم أخرجوا أنفسكم من اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آتي تستكمل إحنا هممر بكده يا كده يا كده الحالة الأولى الحالة الثانية فحالة من الاتنين وحيأتي نقول في صورة يعني طيبة فيها كده الفرح والسهول يستبش الإنسان لما رأى أو يأتي في صورة يفزع الإنسان عندما يرى ملك الموت وكذلك يا آياته النفس الخبيث في الجسد الخديث أخرج إلى غضب من الله وعذاب يعني عايز لما يتبشر وكده يعمل ايه عدفر تهرب تهرب في الجسد فتنزع نزعا شديدا فأما إن كان من المقربين اللي هو يعني آمن واستقام على الأمر رب سبحانه تعالى فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم يبقى سرور وفرح وطمأنينة ورائحة طيبة وجنة وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ذو هذه الأهل الجنة وأما إن كان من المكثبين الضالين فنزل من حميم وتصدية جحيم بشروه يعني إيه بينتظر بقى بينتظرك الحميم وكذلك تصدية جحيم جحيم نار محرقة فلما يوشر بكده إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم هذا الذي ذكره ربنا سبحان تعالى يقين زي ما نقرأ في سورة التكاثر ألاكم التكاثر حتى زورتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين هنشوفوها كده يبقى لما يقضى نار عيانا أمام أعون الناس وبالرصد يحيم لمن يرى فإن هذا لهو حق اليقين ده اليقين انه هو ففو الشك أبدا فو الشك احنا هنفذ على ذلك فسبح باسم ربك العظيم ليس لنا إلا الرب المحبود سبحانه وتعالى تنزل بقى الرب سبحانه وتعالى عن العيب وعن الآفة تنزل رب سبحانه وتعالى أن يكون قد قلق الخلق عبثا أفحسبتم أنما قلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم يبقى تنزيل لله سبحانه وتعالى عن العيب وعن الآفة عن اللعب عن العبث عن الله وأن الله عزيزه خلق الخلق لعبادته وأن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا والآخرة خلق الجنة والنار الجنة لنعيم أهل الطاعة والنار لعذاب من انحرف عن منق رب سبحانه وتعالى وكفر بالله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك الله عظيم تنزيل لله سبحانه وتعالى عن العيب وعن الآفة عن الصاحبة وعن الولد عن أن يكون قد خلق الخلق عبثا ولكن خلقهم ليعبدوا وخلق الدنيا وخلق الآخرة ليجازي ويحاسب العباد على ما قدموا من أعمال كانت هذه الآية التي ختمت بها هذه الصورة صورة الواقعة والصورة كما قرأنا بتتكلم عن أقسام الناس في يوم القيامة وإن فعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الجنة هو في السابقون ورأينا نعيم هؤلاء وفي أصحاب اليمين درجات لكن وفي ذلك فنتنافس على الدرجات العلاء نحن بنتنافس بس التنافس على الدرجات العلاء يترى كيفية الوصول والأمل لم ينقطع يعني إحنا أرينا كده الأمل لم ينقطع ثلة من الألوين وقليم الآخرين يعني بالنسبة السابقون السابقون ثلة من الأولين يعني مجموعة كبيرة وقليم الآخرين لكن الباب لم يغلق يبقى باب الأمل مفتوح إن إحنا ممكن نسابق نصل لذلك كله طبعا بفضل الله ومعاونتي وتوفيقي سبحانه وتعالى لكن مازال الباب مفتوحا يعني إن شاء الله ده مرحلة إحنا ممكن نوصلش لها لا ده هو الباب مازال مفتوحا وكذلك باب الأمل والرجاء في الرب سبحانه وتعالى لكن مسألة محتاجة إلى جد واكتهاد يعني إلى جد واكتهاد وأدي أصحاب اليمين كيف أيضا ينعمون بهذا النعيم المقيم كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمة ورأينا الصنف أو فريق الثالث لهم أهل النار يبقى هذه الأول كان يتكلم على الجنة بس يبقى لنا الجنة درجات هذه الفريق الأول اللي هو أهل الجنة الفريق الآخر اللي هو أهل النار وما أعد لهم من ألوان من العذاب والعقاب وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى إلا أوصلهم إلى ذلك إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين كانوا يصيرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا طرابا وعظاما أئنا لم أبعثون أو أباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضلون المكذبون لأكلون من شجر من زقهم يعني هنجد هذه الصورة يعني صورة مرعبة للإنسان وفزعة مخوفة للإنسان يعني عشان نستقيم إحنا على أمر الله سبحانه وتعالى ثم بيّن لهم ربنا سبحانه وتعالى وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بيّن لنا الأدلة الدل لو نوى على الأدلة على قدراته سبحانه وتعالى عشان يتأكد داخل النفوس قدرة رب سبحانه وتعالى عادة خلق بعد فنائهم يعني كيف يكفرون بربهم وكيف ينكرون ذلك الأمر والآيات كلها دل على قدرة ربهم يقرون بذلك أن الذي خلق هذه المخلوقات هو رب المعبود خلقها بقدرته طيب إزاي أنتوا بعد كده تنكروا القدرة دهية إزاي أنتوا تتكلموا بضد هذا الإقرار وكأنكم بلسان حين تقولوا أن الله زيال يعكس عن إعادة العابات بعد فنائهم كيف هو الذي خلق الخلق بقدرة وخلق ذلك الكون بقدرة سبحانه وتعالى إنما أمره إذا راض شيئا أن يقول له كن فيكون ورب رب سبحانه وتعالى خلق سنوات الأرض وما سنى من لغوب يعني ما فيش تعب كما قالت اليهود أنه اصطراح في اليوم السابع يعني تعالى الله عز وجل عما يقولنا علوا كبير فأيضا بتبين لنا أنه ليس النتيجة دي إحنا سنراها والناس سيقسمونها إلى هذه الأقسام في الدنيا قبل ما يخرجوا من الدنيا قبل ما تخرج تشوف النتيجة النتيجة هتظهر هتشوف مقعده من الجنة ومقعده من النار وبالتالي عند الاحتضار إيه اللي حيحدث يبقى ده أمر غيبي إحنا لم نرى لكن الأبر سبحانه وتعالى ماذا سيحدث معنا يبقى عند الاحتضار يبقى إما الملكة يأتينا بهذه الصورة إما بالصورة الأخرى يأتينا هنا دي أيام نفس الطيبة فجس طيب يعني نفس الخبيث فجس الخبيث يبقى يبشرها بالبشرة السيئة أو يبشرها بالبشرة الحسنة كل ذلك حسب ما قدم من أعمال سابقة فعلى ذلك يبقى صورة مرئية واضحة يبقى ما سنفد عليه ويطرحنا في أي الأقسام يعني في أي الأقسام يبقى هم سنقسموا فريق في الجنة وفريق في السعية وكذلك برضا عند الاحتضار لكن يعني هذه الصورة كما بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني درجات أهل الجنة درجات فكذلك أيضا حسب الأعمال لكن كل ذلك نقوله يعني ده كل ذلك نجحين بس يبقى فيه درجات يعني فيه نسب كده فيه نسب النجاح فيه درجات فده والله النسبة علي ده أعلى منه ده الأول ده بعديه يعني بمراحل بس الكل ناجح فلكن طبعا يعني حنجد كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني لازم يختلف ذلك النعيم لكن الأدنى لا يشعر يعني حنجد أن الأدنى في أهل الجنة لا يشعر أن هناك من فضل عليه وأن عشان ما بقاش لأن فيها لا تعب ولا نصب ولا حزن والهم ولا غم فعلى ذلك أشعر هذا نعيم وكأنه لم يغطى أحد ذلك النعيم الذي هو عليه نقول الأعلى حيرى هذا الفضل التفضل رب عليه سبحانه وتعالى يكلم مطلوب أن الأدنى لا يشعر بذلك الأمر وأن عشان ما يدخلش الحزن إلى نفسه والجنة فيهش حزن ولا هم ولا غم يعني ولا تعب ولا نصب فعلى ذلك لكن يعني دولة هؤلاء في الغروفات آمنون كما قالوا كما بيم ربنا سبحانه وتعالى ثم حتنتقل بعد ذلك إلى الصورة التالية وهي صورة الحديد وهي صورة مدنية صورة الحديد صورة مدنية أول ما بتفتتح هذه الصورة بتتكلم عن رب العلم فسبح باسم ربك العظيم سبح لله ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عنهم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيه ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور تيجي بعد كده الآيات آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ونرجع كلا بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة لكتف بذلك القدر أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولم